السلام عليكم اخوتي كديري لبسه ليكم تخباركم اتمنى ان تكونوا باخر والاخر ان شاء الله بصحة جيدة كيف ما كتشوفوا هذا اخر نهار اليه في المغرب اي وشان قول لكم درفس واحد طوارق قبل ما نمشي وتسعليش لا مشاكش معكم الاجواء دي للمغرب ومعيم هذا اخر نهار انا ناكلوا فيه كسيكسو في المغرب كيف ما كتشوفوا ماما مسيكينا قدرت لنا كسكسو تغطينا بيه قلت لها وعلو تشاهد كسكسو دياري قبل ما نمشي نناكله لا يخلي لكم والديكم ويخلي لكم صحيحةكم البنات ولي عندو شيء مهم تويت الله فيها المهم كيف ما كتشوف اخوتي غادي مشيو ان شاء الله ده بصحة انشتو التراق بشوف حالتنا صورت معاكم الاجواء دي للمغرب وبتنسلم عليكم قول لكم السلام عليكم يا الناس المغرب حتى ان شاء الله سوفي لك تب الله ان شاء الله بإذن الله هاي واخوتاتش اللي كان هول كسيكسو تغطينا بيه دابا ان شاء الله بإذن الله غادي نشتو التراق نحن كسيكسو تغطينا بشوفة المغرب ونحن نريد للمغرب نحن بشوفة المغرب نحن نشتو التاجيفي ونحن نشتو في كازافوية جوغر المعطار نيشان هاي و هاي يجين نحن نخذ قراءة الماء وقاوا هاي و نعرفين ان شربتهم قبل ما نخرجوا الالتران هاي و هاي تشوف في عمي سورت لاقر هاي حسنا لهذا لديش تلطش العام لمشيت للاقر دي القريقة رحمك الله مامي رحمك الله قل الحمد لله يو كيف ترون أخي هناك ليس لكم أخي كيف ترون صورتنا و الأجواء المغرب و أعطيت شميشة و أعطيت شميشة و أعطيت حيالة و أحد أحسن سحزوه و أعطيت مطلوب المعطار و أعطيت مجرد و أعطيت شميشة و أعطيت شميشة و أعطيت شميشة و أعطيت شميشة ترون رحمك الله و أخذيت إلى المقار و أحطيت مجرد حتى أتواجد و كيف أتواجد و أخذت أرشت و قمت بس coordon و جميلة و أعطيت شميشة و أعطيت ترميسون و أعطيت فقط أخذت واحد لأطاق صافيحة الكاين و طلعت ما مقدنيش الوقت باش ناكلها تما صافيحة طلعت التران و كليت على راحتي راحتي راكم عارفين لغير أتيجا نزجوع مكدو بشيديكم مكسكسوك يجيب الجو المهم كنت لكم مشينا في التران حتى معدناش الباقاج و ذاك شي و احنا غيجو جميك اكون معك الدراني اللي خس كداره راكس كداره راكس كداره المهم انا كنفضل نمشي في التران كنكون بوحدي و ما عنديش الباقاج الوال و كتكوني تخوون كيل و التران دغيه دغيه ما شاء الله هالتجافي ما شاء الله دغيه المهم اخوتي كفي ما كتشوفوا صورت لكم الاجواء دي للمغرب و واحد شميشة مطنطنة مهم اجواء اغزالة ما شاء الله سفي دبع مبقاش الوقت غديجي التران شاء الله مع الخمسة قتلنا شويا عندنا عدنا الطيارة مع السبعة سفي قربنا يعني مبقاش الوقت بزاف المعطار مهم صافي كفي ما كتشوفوا ايوه و قلت لش لا ما شاركش معكم اخر نهار في المغرب اخر نهار ماشي امو انتمنا رجعوا الاخر و باخر البلادنا الحمد لله ولكن اخر نهار زي ما لينا في المغرب يعني غادي مشو في حالتنا شو بلدنا الثانية بلجيكا و ما ننسوش بلجيكا حتى هي صبح الله العليل العظيم تعيي بلادنا و مهم اشع نقول لكم مرقاس ما نقول في هذا الفلوغ راكم عارفين مهم هنا ايشوفو طلعي ساخوتي التران و مشي ازكنا بكل حلوة حيوة ديالي ايوه ما سخيتش ما نكذوش عليكم ما سخيتش عارتي فيه واحد الاحساس ما سخيتش بلادي و ما سخيتش بماما و ما سخيتش بائلتي يعني كان حس براسي شوية مقلقة و اخي تشفوني كامونط الفيديو و لكن كان فيه واحد الاحساس فشكل ما ستكوني رجع في حالاتك تحلك الدام الناس اللي غاي يكونوا كيسافروا و غاي يكونوا من مدينة مدينة مبادينة لو وديدهم غادي يقرأوا و الاختدامين را كيحسوا بهذا الاحساس عاثك انك تتمشي من بلاد البلاد و تخلي وديديك و عائلتك و جولي كبرتي فيه ماذا نقول لكم؟ الحمد لله على كل حال هذه الظروف هذا الشي ما قسم لنا الله سبحانه و تعالى الحمد لله و نشكره إنسان يحمد الله و نشكره و يكون عنده و غي سحيحته الحمد لله و شكره لنا ايوان تشيلي كاين ما كتشوفه اخوتي عرفتي كنت لابسة واحد اللبسة و حيت حواجي في المعطار عفواً في العقار في محطة ديالتخان صافي مامي ماشي مشكل ماشي مشكل و تلت أخوتي جاني الساد اللبسة غير تي شوخت و بس تي شوخت و و صافي جاني الساد الساد عشيك روح تصاد في اللول قلت أغي كل برد مع بنت لي يالجو ماشي و هاداك و لكن جاني محطت أخوتي المعطار الحمد لله دم ان شاء الله ماشيونا عبرو الحوايج و صافي و نشوفش حال عندي في الباليزة راني خايفة يكون عندي كتار من 10 كيلو راكم معارفين بعد المرات يكون المعطار ديجا كنت عباري في الدار عبار و كنت سمشي كتلقي عبار أخر مهم دابان شاء الله نشوفش حال عندي الكيلو ياتس و صافي عندي غي باليزة ما يجبتش بالزفد الباقج غي باليزة 10 كيلو هذي كلي كنت جبتش في عشوكولة للختي و ماما و نحن دابان شاء الله سنطلعو أختي للطيارة من قوالو صافي كما كتشوفو قلت نصور معكم واحد القيضة الوداع المغرب ما كتبش عليكم شوفو ما خمقنا درنا درنا در ما نقدرش نعبر لكم عن الحب ديالي البلادي والله عندي بلادي في الدم أخوتي بلادي كان حماق عليها و ما كرش إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أنا بتنستقر في بلادي ما بقيتش بغى نبقى فده في بلدة الناس المهم شاء نقول لكم أخوتي الحمد لله دي ما كنقول الحمد لله والشكر لله البعد على الوليدين والحباب بش حاجة اللي صعيبة والله ولكن قدر الله ما شاء فعل الحمد لله لكل حال كيف ما كتشوفو اخوتي ما يما عمشي إن شاء الله نتشعو حش شولي داتي وخاكك ما يما ديسونا الحياة مادنا ما نديرو شكرا لكم من القلب ونتمنى إن شاء الله كونك يجبكم الفيديو اللي كنحط لكم وكنشترك معكم أي حاجة البنات باتنقول لكم شكرا للي كومنتات ديالكم شكرا للناس اللي كيشجعوني وشكرا للناس اللي كيبغيوني انا كنبغيكم وخلقنا سبقة صغيرة ان شاء الله غادي تكبر بفضل ديالكم ان شاء الله بإذن الله البنات اللي ما مابونيش في القناة وأول مرة غا تشوف الفيديو تابونا ومرحبا بكم فضلا وليس أمرا ديما كان قولا بطبيت الحال وديما البنات عفاكم اللايكات اللي كتشوف الفيديو وخسر سواء ودير لايك نحن اخوتي كف ما كتشوفه دابط طيارة غا تسهبط ان شاء الله وصلنا على خير وبخير الحمد لله يا ربي وشان قوليكم جينا هنا يا البلجيكة واحدة الجو البرد 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 بزاف بزاف الحمد لله هزي سمعي واحدة جاكة خفيفة راكم عارفين فلول كنت لابسة مزيان بجاني السادحية صفية وثاني هنا بلجيكة وبحمد لله على السلامتنا وصلنا باخير الاخير ما شاء الله نقنقا دخلت غير يديه وجهي ويكم عارفين بدمما يجيبوا الباقاج وعرفتوا واحدة ما شان قوليكم ما شاء الله بشكت عجبك بلجيكة ما شاء الله نقا كتشوفي بوحد الراحة وخاص بحالة مكتشي البلاد كتشوفي براحة الموامين الصباح اخوتي ستصلت الى دارين ماشي تخذي خديت الخبز الولداتي باش يفترو دكشي واخوتي سنفطر انا سنضغطوا شوية الباق وخبيز وما شاء الله ان تضيفهم المدرسة مساكن ما سيتم بهم وموحشة ما تحتاج بالباقاج ومن المغزر ما شاء الله للدار اخوتي ساعدتوا لهم دونكس ووصافي هنا وانا نفطر طغير الباقض وخبيز باستخدام التوفير الاب هو الفطار السابق ما سوف نحاول ازاري الان فعلا الان انا اخرج جدogان من 3 اوض diskutار لدي هنا رونديو معه 4 اوضو مع الطباب وحتاج لديها انتظر اوضر ايجاب احسان طباب واعر لما سوف نحاول افترض انتظر الماكلة خفيفة وانتظر اغراج حاجة خفيفة خضراء وشوية ستك دي الحم ووحد صالات المهم سفي هذا هو الغداد يبغيت نقول لكم هنا كيسا للفيديو ان شاء الله تسنو فيديو اخر وشكرا لكم من القلب وبسلام عليكم البنات